السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني جدا النهاردة هقدم معاكم وصفتين لخبز الشوفان اول وصفة هتكون لخبز الشوفان في التوستر اللي هي تقريبا هتاخد خمس دقيق والوصفة التانية خبز الشوفان في المايكروويف وهم دقيقين فقط فالميزة بقى في الوصفتين بتوع النهاردة اللي احنا ممكن نجهزهم ونقفلهم وكل حاجة وقت الاكل نديهم تسخينة في المايكروويف او نسخنهم على الطوصة والموضوع هيكون بسيط جدا يلا على طول بقى نبدأ بأول وصفة لخبز الشوفان بالتوستر وعلى طول هكتب لكم المقادير دلوقتي على اليمين عشان تتابعوا معايا في الفيديو هنحتاج لشوفان ونحتاج لخل وبيضة واحدة ومية وزبازي وهنعمل لكهة مختلفة وحلوة جدا هرست الفلفن البردة من الحاجات اللي بحبها جدا وان شاء الله هنزل لكم طريقتها ازاي نعملها في البيت جهزوا بس انتو الفلفل الاحمر اللي هو الحلو ده وان شاء الله نعملها مع بعض بطريقة سهلة كدا يلا على طول بقى نجيب طبق ونحط في المكونات دي كده على بعضها عشان الموضوع مش هياخد معنا اي وقت خالص اول وصفة مش هيكون فيها ولا خميرة ولا بيك مباطر نجيب طبق نحط فيه ربع كباية من المياه البيضة والبيضة اللي عندي كانت صغيرة الوسط يعني معلقة واحدة صغيرة من الخل وربع معلقة صغيرة من هريست الفلفل سواء كانت بردة او حرة اللي انتو بتحبوها وللنكهة بقى كمان احط شوية ملح وكمون ممكن طبعا نلعب في النكهات زي ما نحب هحط معلقتين كبار من الزبادي او اليوغرد ونقلب المكونات اللي هي تعتبر سائلة كده مع بعض والحاجة الوحيدة الجفة اللي هتفضل معي هي الشوفان المطهوم وفي المقطع التاني اللي هقدم فيه طريقة عمل خبز الشوفان في الميكرويف هوريكو ازاي نتحن الشوفان المقطع بتاع تحن الشوفان بطريقة سهلة جدا بس كده احنا خلاص خلصنا اول وصفة تقريبا طيب وهقول لكم بقى تبس مهمة جدا ازاي نخلي الخبز يستوي في التوستر من غير ما التوستر يتعبنا وينزق معانا ونكره نفسنا يعني صراحة التوستر من الحاجات العملية جدا انا تقريبا بستعمله كل يوم ولكن لي كده شوية حاجات لو احنا خدنا بنا هسهل علينا استعماله جدا هنجيب اول حاجة ورق زبدة ونبتدي ندهن ورق الزبدة ليه بقى ورق الزبدة علشان انا عايزة اعمل اه الخبز تيه وما يلزقش معايا جوا التوستر فخلينا نحط كده الخليط بتاع الخبز زي ما احنا شايفين خليط سائل شوية يعني مش شبه الكيك ولا اي حاجة خليط اه شبه سائل كده فنقدر نفرده نفرده بالشكل اللي احنا عايزين هو صباعنا صغير يعني ايه موضوع بسيط جدا اهم حاجة بنعمل ايه نروح نحط الفيشة بتاعة التوستر ونسيبه يسخن مهم جدا اللي احنا يسخن قبل ما نحط فيه الخبز وده يخليه على طول كده يشتغل احنا عارفين ان هو مجرد ما بنحط الفيشة اللون الاحمر بتاع الجهاز بينور اول ما بيستوي بعد تقريبا تلات اربع دقايق كده اللون الاخضر بيشتغل فاول ما نلاقي اللون الاخضر فلاص كده نور نقوم ننزلين الخبز بالورقة بتاعته شايفينه موضوع سهل ازاي تعالوا بقى نحط الحشوة اللي احنا عايزينها عندي هنا جبنة جبنة موزرلة جبنة شيدر جبنة فلمانك انا عندي هنا جبنة جبنة الايام دي بحبها كشقون جبنة من انواع الجبن الطبيعية اللي بحب جدا اكلها بس تكون صيحة هحط كمان شوية من الهاريسة على الجبنة عشان اعلي الطعم مع الخبز ده وحاجة تكون بقى ايه فطار بقى يفوق ويشبع وبيبسط بصراحة الفطار ده بيبسط جدا ونقفله كده على بعد وندخله تاني جوه التوستر تاني ونسيبه لحد ما يعني ايه ما نحس كده اللي خلاص الخبز اه والجبنة اللي جواه سيحت والخبز خد كده العلامات بكده تاعة الشوية اللي فوق الحلوة دي بصوا كده الجمال ده ايه الريحة حلوة جدا يا ريت كوت شموا الريحة لا لا مش الريحة بس الحلوة ده كمان الشكل ولا اروع من كده ايه الجمال ده انا فعلا جوعت انا كنت مش جعنة قوي بس فعلا اوما شفت المنظر ده الله يعينكم بقى انتم لازم تقوموا تجربوه لان فعلا الوصفة سهلة ما فيهاش ولا اي حاجة معقدة والناس اللي ما بتحبش الخميرة ولا الباكين باوضل ولا الكلام ده الوصفة دي عندكم الوصفة التانية فيها شوية من المادة الرفعة تعالوا بقى ننقله كده يا خبر ابن يا ده على جمال وهو عايز تنقل على بوقي على طول على فكرة مش محتاج ان انا اقعد اشيله واخده بس يعني مشي عمتا المقطع اللي انا كنت بقطعه فيه اا اتمسح من الكاميرا يعني ولكن بقى تخيلوا بقى جبنا جوة كانت سايحة زي منظر رهيب فلنفترض ان احنا مثلا عملنا الخبز ده وقومنا يعني ومكلناش كنا شبعانين مثلا لأي ظرف مش عارك زي ممكن حد يفضر شبعان لما يشوف المنظر ده بس يعني قلنا خلاص احنا هنعمل الخبز ده بالليل والصبح نبقى نسخنه ونفتر بيه مثلا يعني انا بقول مثلا محدش يعني يقدر يعمل كده يعني ولكن لو هنعمل كده موضوع بسيط جدا بنحطه في ورق زبدة مش ورق سندوشات بقى زي ده ده انا حطيته بس كده قدامكم علشان هفتحوا تاني دلوقتي واكلوه ولكن لو احنا هنشيله نشيله في ورق زبدة تاني نفس الورقة الزبدة اللي احنا عملنا فيها ممكن نشيله فيها ونحطه في التلاجة وتاني الصبح نحطه في الماكرويف او نحطه في طاصة او حتى نحطه في القرن مو منسخنه باي طريقة يعني الطعم والريحة تجننه بس كده دي كانت اول وصفة معايا ليه خبز الشفان في التسطر كل اطمى منه حكاية تعالوا بقى نخش على الوصفة التانية اا في الماكرويف وصفة النهاردة بتنفع اللي احنا نجاهزها بقى من قبلها ممكن نعملها كلها ونحطها في التلاجة وناخدها معنا الشغل مسلا او حاجة حاجة جميلة جدا فطار بيفضل مشبعنا تون اليوم ويلا على طول نشوف هنعمل خبز الشفان في الماكرويف وهم دقتين فقط تعالوا يلا نشوف المكونات اول حاجة هنحتاج الشفان اللي هو المطخون لو مش عارفين ازاي نطحن الشفان فابصوا على اليمين هتلاقوا فيه خلاط ناشف تماما بحط فيه الشفان اللي هو كامل للحبة وبحط كمية كبيرة يعني عشان اكسب وقت وبطحم منه وبيبقى معي الشفان المطخون على نص كباية من الشفان المطخون هحط على طول الملح وللنكهة هحط حبة البرقة والكمون ودي اختياري يعني ممكن ما نحطش طيب هستعمل كمان بياض بيضة يعني هتجيب البيضة وهتشيل السفار على جنب نعمل للولاد في اي حاجة من المهوش ونستعمل البياض بياض بيضة واحدة فقط ودلوقتي بحط عليها مباشرة معلقتين كبار من المية مية عادية وعليها معلقة صغيرة من الخلق وعليها ربع معلقة صغيرة من البيكينج سودا او الكربونو وصفة سهلة جدا وهنقلب الخليط السائل ده يبقى احنا كده عندنا خليط جاف وخليط سائل هنعمل ايه هنحط ده على ده مش اكتر من كده والوصفة ما بتحتاجش ان احنا نستنى ولا حاجة يعني وصفة سريعة جدا وانت صحية كده من نوم او حتى تقدر جهزيها من بالليل وتبقى عندك في التلاجة جميلة جدا هنحط الخليط الجاف بس هنقلب شوية عشان النكهات اللي احنا حطناها والملح وبعدين نحط الخليط السائل شايفين لونه كده وبقى عامل فوم كده علشان الخبز النهاردة او اللي هو زي الطوز هيكون حلو جدا ومش معجن ومستوي وجميل وهنشوف ازاي هنقلب طيب انا عايزة اعمل خيار يكون سهل جدا مش عايزة اعمل يعني يكون زي الطوست وعد اقسم فيه وكده علشان كده انا اتفكرت اللي انا هعمله في طبقين قد بعد بالزبط فاكيد عندي في المطبق في طبقين ينفع يخشوا المايكرويب او حتى الفرن هيكونوا قد بعد بالزبط الخليط مباشرة على طول هشتغل فيه مش هسيبه استريح فجيبه طبقين كده مناسبين اللي هم يخشوا المايكرويب مجرد لنا دينهم عشان يبقى سهل علي الموضوع وهنقسم المقدار النص هنا والنص هنا يعني احنا هنعملهم طبقتين عشان نعملهم ساندويتش وهنشور طبعا اللي عايز ياكل نص الكمية بس برحته يعني الموضوع على حسب كل واحد عايز يخس في وقت قد ايه عايز ياخد سعرات حرارية قد ايه انا قلت لكم الوقت بقول لها ما عددش المية واربعين سعر حريفة طيب هنعمل ايه نفس الطبق اللي احنا كنا حطين في ده حطيت فيه شوية مية وجبت معلقة وببتزي اساوي سطح الخبز عشان بنفس الشكل هيطلع طبعا اساويه عشان يطلع شكله حلو والتاني ومجرد اللي احنا نحط عليه اي حاجة احنا عايزين عايزين سم سم حبة البركة هحط حبة حبة البركة لو عايزين نسويه في الفرن يبقى بنسخن الفرن من قبلها وبييرض حوالي عشر دقايق في الفرن اما انا النهاردة هسويه في المايكروويب بحاجة بسيطة جدا من مايكروويب لمايكروويب بيختلف انا قاعد معي حوالي دقتين حطيتو في المايكروويب على دقتين التسوية بتاعت البتزا ويتلعلي بشكل رائع جدا تعالوا نشوف. هسيبه بس يبرد شوية قبل ما اتعامل معي. اذا احنا نقدر نحضر الخبز ده من بالليل لو احنا هنروح الشهر حتى ونجهزه كمان سندوش. بصوا كده عشان انا طبعا مدهنت الطبق. ما لزقش معي. ده اول واحد. وده التاني. ما كملش الواحد الطبق يعني ستين سوارة حراري. تعالوا بقى نحط عليه الحشوة اللي عندنا والحاجة اللي احنا عايزينها. انا دايما بحب بحط لبنة. فنحطه كده على ظهره. شايفين معلقة صغيرة من اللبنة يعني حلو جدا. وعشان ادي نكهة حلوة جدا انا بستعمل بابريكة المدخنة بموت فيها. هي حرة شوية. طبعا نقدر نحط اي نكهة احنا بنحبها. ممكن نحط الزعتر ممكن نحط سمسم. احط كمان شوية من كوز برة الخضرة. شرحتين كده من الطماطم مش هكتر. والخيار شرايح جميل جدا جدا الخيار والخاص. على الخبزة التانية حطيت برضو معلقة صغيرة من اللبنة. وهقفلهم كده بالشكل الجميل ده. فاي ورق اللي هو بتاع السندوتشيات العادي خالص. بس كده. ممكن اسيبه كده او اقطعه. ولا اروع ولا اشيك ولا اطعم ولا الاز ولا اخف من كده على وجبة فطار فحية ولزيزة يعني متخيلة لو انت الصبح كده هتجهزي حاجة زي كده مش هتاخد في ايديك اي مجهود خالص. او لو هتفترك البيت مع كوب بيت بقى هوت شوكلت او مكة زي اللي المفتوطة زي. عايز اقول لك الفطار ده هيبدل مشبهك بالساعات. وصفة جميلة جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم واتجربوها. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني ومع السلمة.